من بين 40 مليون عراقي يدل جنود ونزحون وسجناء بأصواتهم من أجل الانتخابات العامة فيما سيكون يوم الأحد القادم هو يوم الفصل لملف الانتخابات الذي يكتنف الكثير من الغموض سيما مع عزوف بعض العراقيين عن المشاركة فيها بحسب تصريحات جهات سياسية ووسائل الإعلام وفي تصويت خاص أدل جنود وسجناء ونزحون في العراق بأصواتهم الجمعة ضمن انتخابات شملت عددا يتجاوز المليون نسمة ما زالوا نزحين بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي عسكريا انتخابات من المفترض أن تعكس نسبة المشاركة فيها مدثقة الباقية لدى الناخبين في قيام نظام ديمقراطي بالبلد الذي لا يزال يثقل كاهله الفساد وسوء الإدارة ونقص رعاية الصحية والتعليم والخدمات في غضون ذلك أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق أول بيانا يوم الجمعة حول المخالفات بالعملية الانتخابية مؤكدة عدم رصدها أي منها لغاية الآن كما وشددت بعثة الأمم المتحدة في العراق على ضرورة سير العملية الانتخابية في البلاد بكل حرية وأن يتمتع العراقيون بالثقة في التصويت كما يشاءون دون ممارسة أي ضغوطات وترهيب دعية جميع الأطراف الاحترام حرية أي عراقي في الإدلاء بصوته للمرشح الذي يختاره